طيب نبدأ بسم الله المرة اللي فاتت توقفنا عند الدال and ذال يعني المرة اللي فاتت توقفنا عند الدال والذال طبعا منقولها زي last time we stopped at ذال ماشي؟ طيب ان شاء الله today النهاردة we are going to learn four letters we are going to learn four letters يعني هنتعلم أربع حروف before we start before we start this letter what is this letter can you hear me are you there are you there type can you remind me of this letter what is this letter this is good how did you know it's it's because it has a muscle inside because it has a muscle inside thank you okay okay by turn please okay Ummu Hamza was saying that it's Ummu Hamza could you repeat again why how did you know it's it's yes I know yes I know I know I mean how did you know I know I know I know how did you know it's because it goes to the right it goes to the gym hmm when you go to the gym it has a muscle inside okay what about this letter can anyone else tell me what this letter is are you there are you there yeah what is this letter please then then what is the place of articulation of of dell I don't know it's the first time to to be here okay anyone else Jihad do you know the place of articulation of dell yeah the tip of the tongue with the roots of the upper front teeth the tip of the tongue with the tip of the the tongue with the roots of the upper front teeth with the roots of the upper teeth our upper front teeth Jazakum allahu khayran okay today we have this letter this letter do you see how I write it do do you see how I write it 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 okay this letter the letter is similar to the letter or in English it 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 how do we pronounce r ماهو مخرج حرف الايه؟ حرف الراق طيب يبقى ممكن اقول دي ازاي بننطقو او اي مخرجو هما الاثنين ايه؟ هما الاثنين واحد طيب حد بقى اقول مخرج الراق احنا عندنا الاول خلينا نفهمه بالعربي عشان يبقى صعب على الناس بالعربي اصلا ده اللسان اهو ماشي ودول حفتاي اللسان ماشي وده طرف اللسان خلينا نغير اللون عشان نطلوتوش ده طرف اللسان اهو وعندنا ده مقدمة اللسان وده وسط اللسان وده اقصى اللسان حرف الراق بقى وعندنا طبعا الاسنان هنجيلها دلوقتي حنا عندنا حرف الراق بيجي من ان يحطه من الحتة الى قدامه وده اقصى من الحتة الى قدامه وده مثلا من الحتة الى قدامه وده مثلا الناس معايا او الناس طرف اللسان مو ده طرف اللسان نا مقدمة اللسان مقدمة اللسان هدين من طرف اللسان والنون من طرفيه تحته جعله ورايه داني هي للظهر إن أدخله الراء بيشترك مع النون شوية ايه فين برضو المخرج موتيش المخرج ورايب من الطرف تقريب ايه ورايب من الطرف بس من الظهر لظهر إن أدخله اللي هو طرف اللسان من ظهره طرف اللسان من ايه من ظهره ماشي طيب بدون نقول علاها في الإنجليز ايه عشان نساهل الدنيا بدون علاها ايه the top of the tongue the top of the tongue احنا عندنا الحتة دي اللي هي بتاعت الدال مثلا الحتة دي اسمها tip اسمها ايه؟ tip اللي هي طرف اللسان اما الحتة اللي فوق دي اللي هي من ظهره دي بنول علاها ايه؟ the top of the tongue اللي هو طرف اللسان بس من ظهره التوب اللي هو الحتة اللي فوق يبقى من فوق ماشي؟ طيب مع ايه بقى من ناحية الاسنان احنا عندنا الاسنان اهو فيه حروف بتغبط في الاسنان نفسها اللي هو زي حرف ايه؟ ايه؟ ماشي الاسنان اللام احسنتي طبعا مع من حفتها اللسان مع ايه؟ مع الاسنان طيب و عندنا بعد الاسنان على طول عندنا الليل ايه؟ اللي هي الجم اللي هي ايه؟ اللي هي اللسان اللسان ايه ده ايه اللي بيغبط فيها؟ اللسان ايه فعاني حروف ايه نقول الدال والتاء والطاء ماشي طيب احنا عندنا بقى بعد اللسان في ايه؟ منبث الاسنان منبث الاسنان من هنا من الناحى الثانية الحنك القعدة احسنت الحنك وهنا الحنك والحنك مكسم لإيه؟ الانثان وهو الحنك العظمى و الحنك اللحمى اللىه هو الهارد والصفت 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 نسبنا لدينا الروتس اللي هي الجزور بتاع الاسنان والجم اللي هي اللي تعتبر وبعدنا الهارد بالت اللي هو الجزء اللي داخل لجوه سننا اللي هو بداية من بعد الليس على طول وبعد كده وراء شوية الهارد بالت طيب الراق بقى احنا قلنا بتيجي من طرف اللي سامن ظهري من هنا طيب بتخبط فين في الجزء في الحنك الاعلى في بداية الحنك الهارد بالت ماشي يبقى احنا الغلط قبل للشخص يعملو مع الراق فيه ثلاث اخطاء الناس بيعملوها مع الراق لازم ناخد بالنا منهم اول حاجة Don't make your lips your lips يعني الشفتين rounded with راء يعني بعض الناس نقول مثلا اررخ ويضم الشافتين الرحمن لا هذا ليس صح هذا هو أول خطر ما يعني؟ معدى معدى عندما يضم عندما يضم الشافتين لكن لا يضم الشافتين يقول مثلا الرحمن الرحيم بعد الناس يضم أضم الشافتين الرحمن الخطأ الثاني لا تجعلها لا تجعلها ما تجعلها رحل ويجعلها ر كده أنا بكرر ر راق is one piece يعني one piece جزء واحد جزء واحد do not عايز اقول ما تقسمهاش do not divided do not divided ممكن اقول do not make it divided 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 يعني مقسمة كل ايدي حاجات ممكن تقولوها يقول ايه R هي قطعة واحدة انما يقول R بالخطأ الثالث الناس يقول ايه ده اسمه ايه ده اسمه هامس do not whisper do not whisper it او do not make it ما تخليهاش ايه whispered whispered يعني ايه مهموس do not make it whispered جميل طيب ده ثلاثة اخطاء الناس بتعملها في ال ايه الناس بتعملها في الراق ماشي طيب ايه افظن كده كفاية على ال ايه على الراق can 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 يمكن ان ينفع ان نوصلها بالحرف اللي قبلها لكنها لا يمكن ان ينفع ان نوصلها بالحرف اللي بعدها وطبعا هتدله الاشكال بتاعتها دي مفاصلة دي مفاصلة دي مفاصلة وفي البداية سواء في المنتصف أو في النهاية بيتبقى زي بعض لانها نفعش ان نتوصل بالحرف اللي ايه ناخد زي قبل ما ناخد ازاي حد عنده مشكلة في الرأ كنت سيسأل حضرتك نحن مش دلوقتي نقول مثلا امتى نطقها هفية يعني مفخمة او مرققة نحن ناخد احكام تاجوي نحن نرفع الحرف بس دلوقتي او كنت عايزة تقوله مثلا الصح انك تقول حرف مرقق او لمفخم بس اما تيجي حروف ينفع فيها التفخيم والتركيج او زي الالف ما ايه يعني محسنش التفصيل دلوقتي طيب طيب عندنا بعد كده زي طبعا الزي سهل خالص طبعا الزي سهل خالص محسنش التفصيل دلوقتي محسنش التفصيل دلوقتي محسنش التفصيل دلوقتي طبعا الزي طبعا الزي القصيaney طبعا مثلا الشلطة طبعا الزي مختلف الهات체 كانت على صدف من participar طبعا الزي نفس الحروف و نفس الحاجات التي قلناها على الرأة في الكتابة هي نفس الكلام عليهم مع الزي النزاي Can be connected to the letter before him ستوصل بالقبلها But it can be connected to the letter after ستوصل بالقبلها عندنا الثاني في البداية تتكتب كده و في المنتصف تتكتب كده و في النهاية تتكتب كده و هكذا طيب ندخل على السين قبل أن ندخل على السين هذا الكلام كنت سأفعله بس إن شاء الله في دورة مستقلة بس يعني من باب التدريب عليه منذ الوقت معكم يعني أريد أن تتدرب عليه اللي هو إيه What Do You و الفعل اللي يجب أن يكون لدينا الإنجليزي نفسه قوي شوية فإحنا كل مرة نأخذ فورمة كده سأقول عليها فورمة نمشي على الأساس أنا ممكن أقول What do you mean يعني What do you mean ماذا تعني ماذا تعني ماذا تعني ماذا تعني أصدق هي What do you think يعني What do you think ماذا تعتقد ماذا تعتقد ماذا تعتقد اللي هو إيه بالعمية إيه رأيك ماشي What do you say ماذا تقول ماذا تقول What do you understand ماذا تفهم ماذا تفهم What do you suggest ماذا تقترح ماذا تقترح ماذا تقترح اللي هو بالعمية إيه انت شايف إيه إيه رأيك برضو تمام what do you suggest what do you study ماذا تدرس ماذا تدرس أو ماذا تذاكر أو أيها طيب ايه اللي أنا غيرته في الجملة دي في الجملة دي في الجملة او يعني ما غيرتش حاجة في الجملة دي صح نعم طيب كلهم بيشتركوا في ايه في what dream اللي هي حاجات عامة مش مش مقيدة بوقت دلوقتي صح ماذا تقصد يعني لك ماذا تقصد بكلام عام مش أقصد أنت بتعمل دي الوقتي او أنت بتقصد دي الوقتي عموم ما بحدتهش بقات زمن ماذا تقصد what do you think what do you say what do you understand what do you suggest what do you study عايزكم تدعوني 3 أفعال معهم ماذا تقصد يعني what do you prefer ماذا تقصد ماذا تقصد يعني لانت ويغاليا احنا عايز د Large φ � gusta أو بالليل أقول له What do you prefer What do you like What do you like ماذا تحب What do you want What do you want ماذا تحتاج يبقى أنا ممكن أحط على What do you do إلى ما لا نهاية من الأفعال وده هيبقى واجب عليكم حتى مع نفسكم اللي هو هنجيب من 20 ل 30 فعل غير ونستخدمه مع A مع الفورمة دي ماشي؟ طيب عندنا بعد كده حرفين سهلين اللي هم السين و الشين طبعا قبل ما نتقلوا الحرفين أنا بقول له this letter and this A اللي هم الحرف ده والحرف ده هم ما هم إيه لسه أقول له once يعني once عندما أحواء مرة شو مرة من المرة ذات مرة they هم الاثنين had a fight يعني once they had a fight خناء كان فيه بينهم يعني كانوا يمتلكون خناء كانت لديهم مشكلة كانت لديهم شجرة يعني كانوا يتخنقوا مع بعض كان فيه بينهم مشكلة كان فيه بينهم خناء once they had a fight تبقى في مرة من المرات طبعا هستعد ممكن يعني يعني تقول هون أخبرت this one قالت لدي قالت لها ايه ايه الكلمة دي شش لا مش شش شش اللي عندنا شش اللي عندنا اخراسي او مش عايز اسمع صوتك شش زي شتب بس دي ما بتقول اما مثلا واحد مثلا بيأخد درس وابنه حوالي بيعمل درس يقوله ايه شش زي هش نفس هش عندنا الشش تمام يعني بتعيرها يعني مش عايز اسمع صوتك ليه your dots ايه ومعنداش نقط زي هك your dots يعني your dots ما لديك ش نقط your dots يعني ما لديك ش نقط نقطك النقط بتاعتك your dots can not can not لا يمكن can not be a can not be seen can not be seen لا يمكن ان ترى يعني محدش شايف لتنقات يعني يعني ايه your dots can not be a can not be seen seen so وبالتالي بعد الخنادي we name يعني we name نادو 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 them the dots cannot be seen النقط مش متشافة تمام and this letter is a we call this letter a we name this letter بنسام الحرف ايه شين ليه عشان قالت لها ايه شش ماشي يبقى هما عندهم هما الاثنين نفس النطق او قربين من النطق سين شين which one which one is seen اني واحدة سين دي ليه because the dots can not be seen which one اني واحدة is seen this one Why? ليه because it's sad لانها هي الي قالت ايه Shhh او ديك بيض ماني او لما اسلوق واضح كده والبراح واضح كده فاكسوش انا عاني واضح واضح حسنا انه واضح في المعادة التي تجيب مع الويت سوز مش فuki مش فعوه حسنا عندنا خلاص احنا اخدنا كده الايه السين والشين اتوقع عندنا ان السين والشين when they are separate لما يكونوا مفصلين يعني يكونوا واحدهم or at the end او في النهاية they have ايه a curvy line they have a curvy line يعني ما يكونوا كده لوحدهم في curvy line او she have a curvy line في النهاية they have a curvy line but deep plate deep plate deep plate deep plate or half circle half circle ماشي كل ده شغال اهم حاجة المعنى يوصل للطالب ليس هتفرق الطريقة ان كل ده اكتهادات ان احنا وصل للطالب طالما الطالب ما وصلهوش مثلا بcurvy line اقول له زي ما انت قلته كده او او اي طريقة تناسب تيفاهموا بها الطالب وكده كده هوافق هيفهم يعني احنا بنوريله بالشكل بط in the beginning يعني في البداية or in the middle او في المنتصف this curvy line او this deep plate plate becomes بيصبح ايه straight line straight becomes straight تمام بيبقى مستقيم فما اقول دي مثلا هي كده it becomes straight ماشي سواء في البداية or in the middle يعني كلمت سواء or weather 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 او either بس either لا هنا السياق يحتاج weather 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 in the beginning or in the middle طيب ممكن نقول مثلا both both of them or both of beginning and middle لا بوس يعني في الاثنين اما سواء بدا او دا دا او دا مش دا ودا يعني بوس دا ودا اما دي دا او دا طبعا برضو مفهوم شو مشكلة في المخرج لان السين زيها زي الاس والشين زيها زي الاس والشين زيها زي الاس الاس ايتش ليس اليش تمام بس مفهوم ش اي مشكل تاني ان شاء الله هل في حرف من الحروف اللي خدناها النهاردة مش واضح بالنسبة لحضراتكم طيب جزاكم الله خيرا نكتفي بهذا القدر وان شاء الله نكمل الاسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرى الآن معهم بوسيقى شكرا